السلام عليكم شباب جريت سيكس وصلنا مع بعض الموديل نومبر ناين هانت يا شباب طبعا يا شباب بنسيب لكم ليك البلايليست كاملة في الكومنتات والديسكريبشن عشان تسمع كل الموديلز خلاص فضلينا موديل واحد ونخلص ويبقى كل الموديلز متاحة في البلايليست دي عمل لها سيف عندك عشان ترجع لها في اي وقت وعشان الطلبة اللي بتسألني على موديل سيفن سيكس وفايف وهكذا كلك موجودين في البلايليست تعالوا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بصلاة والسلام وعلى رسولين الكري في نومبر وان بيقولي تشوز the correct answer نومبر وان عامل كومبارزم ما بين النيجاتيب فور وزيرو طبعا عارفين ان الزيرو جريتر زان النيجاتيب يبقى لتر بي نومبر تو زي فرست اوبريشن يو بري فورم زي اكس بريشن سري بلاس فايف مينس فور بلاس تو تايمز سري باور تو طبعا اول ما شفت باور تو فمعناه ان انا شفت اكس بونات فلازم ابدأ بي في نومبر سري بيقولي is the lower quartile for the set of data 72 64 77 61 79 63 76 75 and 60 is طبعا لازم عشان نجيب اللور كورتايل لازم نعمل ascending order اصغر حاجة هنا اللي هي 60 بعد كده 61 بعد كده 63 بعد كده 64 بعد كده 72 بعد كده 75 بعد كده 76 بعد كده 77 بعد كده 79 خلينا بقى نجيب المدين والمدين اللي هو 72 يبقى معاك ده الفرست هافو اللي بيجيب منه اللور كورتايل واللور كورتايل بيجي من هنا كده ده مع ده وتيجي تجيب المدين اللي دول هو ده اللور كورتايل 61 plus 63 over 2 61 plus 63 over 2 equals 62 يبقى اللور كورتايل هنا 62 number 4 بيقول لي if y equals 7 plus 3 x then نقطة 10 it satisfies the equation ايه اللي حقالي اللي يطلع لي الانصر ب10 طيب انت ممكن تجرب بكل بساطة نبدأ باول حاجة اللي هي اللور كورتايل ايه هنربلاس ال x with 1 يبقى 7 plus 3 times 1 3 times 1 3 مستطنة تعملها في براكت على طول ما وفي براكت دي عندنا في الماس معناها ان هي times 3 plus 7 equals 10 ايه ده 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 هي اللي طلعت الانصر يبقى هي ال one هي الانصر بتاعي number 5 بيقول لي is a number of rational number lying between negative quarter and its opposite طبعا the its opposite quarter هو عايز rational number انت معاك an infinity number of rational of number مش one ولا two ولا three ازاي مستر انا ممكن احط هنا zero وحط هنا zero كده بقى معاك numbers كتير ما بينهم كده بقى معاك كتير اوعى تفكر ان هو number أو two ده طالما قالك rational يبقى an infinity على طول number six which of the following is not a numerical expression طالما لو لقيت في x او y او z او اي variable ده مش numerical اليومريكال زي ده كده numbers بس numbers بس numbers فقط اليومريكال هنا number seven سؤال مشهور جدا في distribution عايز 12 times 5 و 12 times 1 12 times 5 equals 60 و 12 times 1 equals 12 يبقى 60 and 12 في number two بيقول لي complete the following number one the smallest non-negative rational number non-negative طالما قالك smallest non-negative او non-positive يبقى zero لاني zero non-negative negative و non-positive او هتفكر في number one او two او negative one او كده لا غلط طبع number two بيقول لي the variable form of k power 3 plus one is k power 3d يعني qubit k plus three يعني add to one number three بيقول لي in the equation 5x plus 3 equals y is the dependent variable the dependent اللي هو معروف اللي هو بيبقى الواحد وده كده اللي هو الواقي number four بيقول لي يبقى هتريبليس اللي ب3 four times three 12 12-2 equals 10 number six بيقول لي in the opposite vendagrams the greatest common factor طالما ما فيش حاجة هنا او هتكتب zero لا معناها انه هم two relatively prime numbers يبقى الكمون ما بينهم one number seven بيقول لي the median of the following data which is represented by the dot blot is طيب اعزين الميديان هنا الميديان ده هنا two هنا مع two one مع one one مع one يبقى الميديان هنا is five number eight بيقول لي negative three and quarter in the form of a over b is ركز معاشا انطلبة كتير بتين سريك مبدأي النيجاتف من اجدعو به three times four 12 12 plus one تبقى 13 over four number three نكمل في choose the correct answer number one عملية division 24,495 divided by 71 انا هحل المسألة كاني مش مديني حاجة خالص عشان الطلبة اللي مش افضل حاجة في division تتقنها معنا دلوقتي هنكتب 24,495 divided by 71 طبعا هنختار 244 اقرب حاجة ديها two hundred thirteen اها ونختار هنا ثري بعدين نعمل subtraction four minus three one four minus one three طبعا دي zero نزل النمبر اللي عليه الدور nine ونختار اقرب حاجة three hundred nine two hundred eighty four ونكتب فوق four اعمل subtraction nine minus four five الone ده يبقى eleven والthree بقى two eleven minus eight three والfive ده ينزل three hundred fifty five اهي وكتب فوق five طبعا كده مستر مش هتبقى حاجة اه مور ريميندر هيبقى zero number two بيقول لي if x minus three equals five يبقى الاكس هنا عشان عرفها النيجاتي في سري دي هتروح بالبوزيتف يبقى x equal five plus three واللي هي eight بس هو مش عايز ال eight هو عايز half ال x يعني half ال eight واللي هي four number three بيقول لي the mean of the data set nine nineteen twelve ten is المين معروف انه sum of these values الوا nine plus nineteen plus twelve plus ten over the number of these values الوا four طيب ما نعمل كده nine plus nineteen plus twelve plus ten over the four equals twelve point five يبقى arithmetic mean sum of these values over the number of these values absolute negative three and a half طبعا absolute بتلغي negative دي طيب three and a half والthree and a half احنا عارفين ان هي three point five طبعا three equals three وال five هنا greater than one number five number five بولي is the inequality that represented by the opposite number line is the set integers is طبعا انت معاك من اول two اقل من two يعني x less than or equal two number six بولي is the best subset for the number negative two طبعا الnegative two ما تنفعش تكون counting ما تنفعش تكون natural يبقى تنفع integer و rational بس افضل حاجة لها اصغر ست انت لقيتها اللي هي الانتجر number seven بيقول لي three over four minus one over eleven طبعا هتعمل 44 و 44 ليه يا مستر عملت 44 عشان يبقوا هافزة سنمدومينيتو طبعا اش معنى 44 يا مستر عشان 4 times 11 44 تعال بقى 4 بقت 44 يعني multiplied by 11 يبقى 3 لازم تكون multiplied by 11 تبقى 33 11 بقت 44 يعني multiplied by 4 يبقى 1 multiplied by 4 يبقى 4 33 minus 4 تبقى 29 يبقى 29 over 44 في number four number one بيقول لي answer the following questions number one one time 161 soil samples were sent in equal groups to 23 laps 23 معمل how many soil samples were sent to each lap طبعا طالما اسمهم كده equal groups يعني division يعني 161 divided by 23 كده automatic طيب دي طبعا هنعملها long division بس هنكتب بقى number of soil samples equals 161 divided by 23 هنروح نعمل كده ما بصوا بقى انا هاجرب 7 اليوم مستر جربت 7 عشان 7 by 3 21 1 عندي carry up 2 7 by 2 14 14 plus 2 تبقى 16 طبا مستر انا مش هعرف اجرب زيك كده هتروح تكتب التيبل بتاع 23 هتطلع لك 7 automatic اسهل ما يكون. يبقى 7 samples. سؤال جميل خالص يعني. number two. arrange in descending order. descending order عم الكبير للصغير. خلانا نتفق مع بعض ان دي هتبقى 7. يبقى اكبر حاجة هي 7. نحن هنبدأ بال positive. هنبدأ كده. مع positive كمان 2. بعد كده قبل ما تدخل على negative تكتب الزير. بعد كده negative 5 عشان احنا مشغلين في negative بالعكس الصغير هو الكبير. واخر حاجة negative A. تعالى بقى نجاوب على from the opposite bar graph ده. answer the following questions. يقول في letter A. write statistical questions you have been asked to graph this bar. هو الbar بيتكلم على number of students passed the monthly quiz in each subject. العادة الطلاب اللي اكتازوا للاختبار في كل سبجكت. يبقى انت حتكتب ايه؟ طبعا هم يديك كذا عشان تكون فاهم كذا subject. math english science social. يبقى انا عايز تعرف كل طالب في كل مادة اكتاز ايه في الكوز. فحكتب كده. what subject أي مادة اصلا. did you pass اكتازتها? the monthly quiz. مستر انت قيبت الكلام ده من ايه؟ انا مش بعرف اكتب ده. what subject عرفت انهم يديني كذا مادة. did you pass ده تكوين الجملة بتاعتها? the monthly quiz. اهي. بس كده. يعني باز دي خليتها باز. بس. في letter b. how many students passed in math quiz? الماس فين الماس? a home 70. شاطرين طلاب الماس. يبقى 70 students. بس. letter c. how many subjects have at least 60 students passed the quiz? اللي عندهم على الاقل 60 طالب. طبعا دول 70 ودول 60 ودول 90 يبقى انت عندك 3 subjects. ثلاث مواد. letter d. which subject has the lowest number of students passed the quiz? اقل مادة واضحة جدا واضحة جدا science. السؤال ده جميل احسن ما يقول لي ارسم. احسن ما يقول لي اعمل اي حاجة. بوفر عليك. number four. بيقول لي. if the ticket of entering a car park is 25 pounds. يعني الدخول بس كده 25 pounds. and 10 pounds through each hour. use bin. first write an algebraic expression. خلينا في first. عشان تكتب هو اول حاجة انت بتدفع 25 pounds. وبعدين في كل ساعة بتدفع 10 جنيه. فهنكتبه 10 h. hd اختصار الهور. يبقى الاكسبريشن اهو. في second باب يقول لي. what is the cost of spending 5 hours in the park. يعني هتريبليس ال h ب 5. يبقى تبقى 25 plus 50 equals 75 pounds. كده يا شباب يكون انتهى الاكزام. نرتقي في الاكزام القادم ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفادتم من الفيديو. للاستفادة الاكبر والاكبر. طلبة جميع المراحل عرض السنة دي مش هيتكرر. عرض ال online. طلبة المراحل. الساعة للساعة 25 جنيه. 35 جنيه. 35 جنيه. 35 جنيه. 55 جنيه. 55 جنيه للساعة. يعني الساعة رمزي. يعني طالب واحد فقط. عشان تفهم احنا بنعمل فيها ايه بنعمل فيها كالتالي. السيشن دي بتبقى ملك للطالب. يعني الطالب بيقرر فيها. يحل فيها اكزام. طب يا مستر ما تبتحل لنا الاكزام. افترضنا ان في طالب. ما فهمش من الفيديو. فممكن يفهم من ال online اكتر. طالب حابب نحل قبل ما اللي استنى الفيديو ينزل على اليوتيوب. فيحل قبلها. طالب حابب يراجع ويبدأ المنهج من الاول. في وقت يا مستر ان شاء الله في وقت. الرغم ان احنا في خلاص. فاضل وقت وليل على المتحانات. الا انه نقدر نشرح المنهج كاملا بأمر الله. لان احنا بنكسف سيشن. وممكن ناخد سيشن واثنين في اليوم. وحصلت مع طلبة كتير. طيب حابب نحل اكسرساز بتاعت lesson معين. revision. نشرح اجزاء معين من المنهج. مجمع شوية اسئلة واقفة معك وحابب تفهمها. اتواصل على رقم الواتساب اللي ظهر قدامك تولي الفيديو ده. اتواصل عليه. ونزبط مع بعض المعاد. ونشوف ايه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي. ونركز عليه ونشتغل عليه. بنشتغل على نقطة ضعف بتاعتك في الماز بشكل عام. وبشكل اخص الحاجات اللي انت بتحددها. فالسيشن دي هتفرق معك جدا. وبالاخص ان هي السنة دي سعر استثنائي مش هيتكرر. فما تفوتش الفرصة. والحق تواصل معنا على الواتساب. والحق احجز معدك قبل ما الموعيد تكتمل. وفي الاخير يا شباب. اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للانلاين. احنا بنحاول بامر الله ان ننزل المحتوى كامل. نحاول نحل كل الامتحانات. حلنا كل الاختبرات التراكمية. فما تبخلوش معدينا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب. شير في كل مكان عشان القناة تنتشر وتكبر. كومنتاتكم اليجابية. صدقوني بتبقى دافع كبير لنا عشان نكمل. وفي الاخير يا شباب دعواتكم. عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنة عن قبلها. واتمنى لكم في الاخير كل التوفيق. شكرا. والسلام الله عليكم.